اليوم وخلال مؤتمره الصحفي في موسكو أهرب وزير خارجية إيران استعداد بلاده لإعادة العلاقات مع السعودية إلى طبيعتها وأكد حسين أمير عبداللهيان أن طهران تتواصل مع الرياض لإزالة الخلافات القائمة وأن المحادثات معها تسير بشكل بناء ودخلت مرحلة جديدة لنستمع إلى ما قاله دورة جديدة من المفاوضات بين إيران والسعودية بدأت وطرحنا اقتراحات وأراء بناء في الجولة الأخيرة لإعادة بناء علاقاتنا ونحن على الطريق الصحيح أبلغنا المسؤولين السعوديين أن إيران لديها الاستعداد اللازم لتعود العلاقات إلى وضعها الطبيعي وننتظر الموقف السعودي من أجل استئناف العلاقات كما نعتقد أن الحوار بين دول المنطقة سيساعد في منع التدخلات الأجنبية ونحن ندعو دائما لحسن الجوار ونأمل أن نتوصل في أقرب وقت إلى نقطة نتخطى فيها سوء الفهم والتوتر والتصعيد وبالعودة إلى أبعاد الخلافات الإيرانية السعودية والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين نرى أنها انقطعت بعد سحب الرياض لأعضاء بعثتها من إيران مطلع العام 2016 على خلفية الهجوم على مقراتها الدبلوماسية واقتحام سفرتها في طهران من قبل محتجين مؤخرا كشف الجانبان في مناسبات مختلفة عن محادثات جارية لإعادة العلاقات سواء مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي أكد في أول مؤتمر صحفي له عقب فوزه في الانتخابات أنه لا عقبات أمام استعادة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية أو حتى قبل ذلك من خلال رئاسة سلفه حسن روحاني استضاف العراق عددا من جولات المحادثات التي شارك فيها ممثلون عن كلا البلدين بحسب ما أكد الرئيس العراقي برهم صالح الذي شدد آنذاك على أهمية إزالة الخلافات القائمة بين دول المنطقة لإحلال السلام فيها كما كان مؤتمر الحوار الذي استضافته بغداد نهاية أغسطس الماضي فرصة أخرى للتقارب وتبادل وجهات النظر ورشحت تصريحات وصفت بالإيجابية عن كبار المشاركين في أعماله وكالة رويترز نقلت في يوليو الماضي عن مصدر ديبلوماسي سعودي قوله إن المحادثات تهدف إلى خفض التوتر في المنطقة مؤكدا أنه من السابق لأوانه الحكم على النتيجة وأن الرياض تريد أن ترى أفعالا يمكن التحقق منها وقبل يومين أكد المتحدث باسم وزارات الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن المحادثات مع الرياض قائمة على أفضل حال وأن الجهود مستمرة لبدء علاقات مستديمة وفي أطر يرضى بها الطرفان